موسيقى 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 والدتي بالذات والدتي والدتي كانت كلا ويا وين ما اروح يعني انا قادر اذا راد من الديرة من اي ديرة سواء كنا الامارات الكويت قطار يعني اي ديرة اذا احنا فايزين بالبطول انا ادري اليوم والدتي خلاص شاحن المطار من العالم وزحمة بيكون و ايه ويعبات لك المشموم ويعبات لك يعني تعدري خبر شغلها الاول والليوة وخوال ودي حتى انا اتذكر يومية من المطار يماغنين بطولة تاسي ان انا جنين وازل عبالي مطار الخرطم خوال وعيد فلا الامور حلوة يعني الحمد لله البحرين تدري ان خاصة اللعبة كرة اليان لها شعبية كثيرة رحمة الله علي ماجد السلطان يعني هو اللي طلق علي هاي الاسم الجهر السوداء والغاب كثيرة يعني ياتني سهم اللامع وثعباء الاسمار بس اللغب اللي هو التصخ بسعيد جوهر طول مسيرته اللي هو الجوهر السوداء يعني وهاللون وهي طلق عليها الله رحمة الله رحمة الله عليه الاستاذ الاعلامي معروف يعني ماجد سلطان يمكننا احنا نلعب كصراحة كرة قدم وانا اول ما بديت بديت سباحة في نادي الوحدة وبديت كرة قدم بعد في نادي الوحدة يمكن انت صغير لعبت يعني في نادي الوحدة الفئات يعني بس ما تسجلت رسمي عقوب لانه ليش احنا كنا في المدرسة في صف الرابع عندنا الاستاذ سلمان الجيشي الاستاذ سلمان الجيشي كان هو اللي يدربنا رياضة في المدرسة احنا دراسنا في مدرسة القذبية وكان الاستاذ نبيل طاها الكابتن يعني الغدير نبيل طاها لاعب مشهور ولا اسمه ولا تاريخه وبعد كان يدرسنا في نفس المدرسة القذبية كان يدرسنا انجليزي ما كان يدرس رياضة كان يدرس انجليزي فهم كانوا في الفصحة ولا سواء في الرياضة ما كان يعطوني كرة غدر كان يعطوني كلها كرة يد تعلقني بكرة الياد كنا نلعب حتى في الصف يعني نحن خبر غصدير مرة شانو هاي ماروتي ونلعب الخزان فتعلقني بكرة الياد لانا كرة الياد ما تكرر تلعب برا يعني في الفريج لانا كرة الياد تحتاج يعني قول وذي كنا زي شي يعني نلعب قلنا حسن شي نروح النادي الاهلي بس يوم كنا في المدرسة لو عندنا ما لعب كرة الياد فكنا حتى تذكر نروح من وقت يعني اذا الدراسة تبدأ سابع كنا نروح ممكن ست عساس نلعب قبل لا ندرس فحبين نلعب يعني واحنا انتغالنا يعني تغريبا كنا ستة اشخاص سبعة اشخاص طلعنا من مدرسة وبس ورح نينادي الاهلي ونفس الشي اللي ربعنا بعد نفسه رح نينادي الوحدة فصار التحدي من الفريج وكلنا ربع وكلنا اخوان يعني والحمد الله يعني اللعيب اللي وياهي كان من افضل اللعيبة بعد يعني ما شاء الله وصلوا يعني احنا بنين من تحت من يوم احنا صغار في الاشبال لين وصلنا الاول كلنا من منطقة واحدة كانت هواية وقعتنا؟ يعني البداية بس هواية بس عقوب يعني يبين على اللاعب ان مشروع نجم يعني مدعك هذه بدأت وياهي من اول ما بديت من المهرجان يعني المهرجان أنا لعبت حتى ميني باسكت أنا لعب ميني باسكت كان يدرب من استاد سعيد العرادي لعب ميني باسكت يا اللاعب شهرام شهرام معروف لاعب نادي المنامة أين نوجه لتحية فأنا لعب ميني باسكت أول شي بعد ومن الميني باسكت كان حتى استاد سعيد العرادي يعني يشوفني ان انا مشروع لاعب وانا كنت لعب جميع الالعاب يعني انا كنت لعب كرة قدم وايد زين كنت لعب كرة سلة كنت لعب كرة طارة وكنت لعب قدم يعني قدم حتى سنة من السنين انا رحت محرق اي نعم في خمسة وتسعين رحت محرق كنت بالعب وياهم كرة قدم وكان عندهم المدرب لطف البنزارتي يعني جميع المواهب وحتى لعب قوة يعني لان ليش انا قلت لك انا يعني دشية العسكرية عمري بعد صغير قلت لك خمسة عشر ففي الجيش كل شي تلعب تقلت لعبيات سلة طارة لعب قوة شد حبل جاري مسافات كلها لعب لعبت وكلها مميز فيها الحمدلله في كل الالعب انا كنت مميز فيها وليش ما وصل فكرة القدرين ما قلت لك لاننا يمكننا احنا اتجاه هنا الشباب كلنا رح نياد يعني مو بس قان لا لم متى كان اول احتراف لك يعني بالتسعة وثمانين واول احتراف لك انا كنت عسكري انا طلعت من الخدمة العسكرية تقريبا من سبعة وثمانين لثلاثة وثسعين السنة اللي انا وقفت ما كنت اداوم يعني بدأ الاحتراف عندي هنا في النادي كنادي الاهلي البداية في ثلاثة وثسعين كنت محترف وعقفة على طول انا اعقف بطولة اسيا اللي لعبناها في الكويت اتذكر في سنة خمسة وثسعين اربعة وثسعين خمسة وثسعين في نفس الفترة اللي انا انتقلت من من المنتخب كابتر عادل ثاني كان هو رئيس وافد نادي الاهلي القطاري من هنا يعرض علي هنا الاحتراف وبس من هنا طلعت اول احتراف طلعت حق نادي الاهلي القطاري وبعدها مشوار الاحتراف مين اللاعب مشوار الاحتراف لعبت اول شي في الاهلي القطاري عقب طلعت من الاهلي القطاري رحت الخليج السعودي عقب طلعت من الخليج السعودي رديت الاهلي القطاري تميت في الاهلي القطاري تنتين وارا بعض عقب رجعت لعبت في العربي عربي القطاري عقب رجعت لعبت في الواكرة عقب رح رح لعبت في دبي لعبت في اهلي دبي وحظي ان انا لعبت كلها في الاهلي اهلي البحريني اهلي الكطيري اهلي وعقبها رحت لعبت في الشارجة واخر محطة لي في الاحتراف لعبت في اعمان وفي بتوين هذي المحطات ياتني مثلا واحد وتسعين كان عندي احتراف اني كنت ألعب في اليابان عرضها علي اليابان بس دي الفترة انا كنت عسكري واحد وتسعين انا ضلعت من العسكرية ثلاث سن فما قدر كنت رأى اتعاقد عن اليابان انا اتدري اليابان باسم شركات قبل تلعب يعني قصيرة كنا في نعدحق بطولة تصفيات كاس العالم فما مداني امكن هاي الاحترافين اللي كانوا نقطة وايد مهمة في حياتي المفروض كان بتغير حتى اسلوب حياتي كل معيشة وهلون فما صار لي حظ اني انا رحت وعرضها علي تونس نادي الترجي في نفس الفترة اللي انا كنت هناك بس معنا دي الترجي يمكن اختلافني شوي في الماديا فذي تلفترة يعني يمكن هذي احسن فرصة كانت اللي اللي انا كنت في اليابان يمكن هاي اللي اتحسفت عليه احترافت في دول خليج بس غير تحترف في اليابان غير اذا تحترف في دول خليج يعني بتقول لي سوشي ماسي احب السوشي احب السلمون بالعكس اليابان حلوة ورحنا نحن اليابان لانه لعبنا بطولة احنا الشعب منظم كل شي مرتب لاح تشوف في شي في الحياة احترام الوقت هذه تعلمنا تعرف اذا الانسان يحترم الوقت كل انت تشوفه ذي لك يعني تشوفه سلس انا قلت لك بتأخر عليك احترم الوقت اتصالت فيك عدل لك ممكن اتأخر ربع ساعة لان تشوف دائما لازم اذا تبي تحترم لازم انت تحترم الاخرين فهي الاحترام انا عندي الوقت وايد مهم وايد في حياتي وايد مهم يمكن ازعل من اشخاص وسبل الوقت يمكن الناس ما تقدر قيمة الوقت لان انت تحترم الانسان من الوقت انت يعكس احترامك انت شون حق الناس والدي وايد شديد والدي لا تغلط لا تغلط لان ابيك انت اول شي يعني الوالد رحمة الله عليه يعني علمني الاحترام يعني يعني يمكن علمني شي اللي هو في الحياة لا تسكت عن حقك لك حق اخذه بس انه احترم الناس فتعلمني احترام الوقت من البيت يعني خمس 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 المغارب انت في البيت في البيت ما يصرتي خمس وخمس لا اتي قابل يعني علمني عسكرية حياة عسكرية كنا مببل بس حياة حلوة والعسكرية علمتنا بعد وايد احسن يعني في العسكرية انت خاصة انت تكون عسكري اول ما ديش يعلمونك الضابط والربط انت علمت الضابط والربط خلاص ما عندك مشكلة تقول الحياة عندك ياه سهلة ما تأخر ما وعيد ما وعيد ما تأخر يعني دايما تشوفني منضبط في حياتي بليش استويت لاعب وليش دي حافظ على نفسي اتمرن صح ما في مثلا خلني انا لعب مثلا في الدوحة ولا لعب انا في الكويت ولا في اي محل ورديت البحرين اجازة عندي ثات لا تشوفني اروح الجيم انا صار لتقريبة خمسة وثلاثين سنة انا لعب في الجيم من فندق الخليج فهاي الميز اللي هناك الجاكوزي حار بارد يمكن رياضيين واي اللعبون رياضة بس ما ما يسون استشفاء يعني الجاكوزي الحار البارد هذه مثلا خاصة ان فيها اثنان تتلعب بطولات ولا تلعب مباريات قوية تصيدك كدمات تصيدك اصابات فهذه بسرعة يعطيك استشفاء فمن شده انت تبقى كل احسن لعب خاصة في البطولات الرسمية يعني نفسنا حين البطولة اللي توهم خالصة عندنا بطولات الخليج مثلا تلعب في عشرة تلعب لك ست مباريات الجسم يبيه استشفاء يعني اغلب اللعيبة ما يساون هذي انا طول عمري اساوي هذي فمنش يعني كنت طول عمري محافظة على نفسي بس بعد انا يمكن اصابات صادتني كثيرة لعب زي لازم تلاعب زي لازم بتنضج فاني اصابات كثيرة انا 23 عملية يعني واحد غيري ما يلعب يعني الناس ترمض ولا تعيد ولا دي انا في المانيا في غزلافيا انا في كل محل مقصص تشوفني ان الجسم دي بس جنكة ايوان دي كل محل مركب يعني شتوفي يركب وكل هذي يعني هاي كلا مكسر عندي هنا بس الحمد لله يعني لعبة تحبها فمنش دي كل يعني انت عالج صاح اقوي صاح الحمد لله وهذا حتى الوالدة ما شاء الله عليه يعني يعني والدتي هي واي تشجعتني يعني خاصة في الرياضة يعني والدتي كانت كل محل يعني انا والدتي محصبة والدتي يعني يعني رفيشتي يا اختي يعني شي والدتي ما شاء الله عليه حليوة كلف ويه الضحكة و يعني وتحب الناس وزين فيها كريمة كريمة والدتي يعني الحمد لله ما قد قصرنا شي يعني الحمد لله يعني ما تقولها اللي قالتها فالحمد لله تربيننا تربية زينة وذي وهمش انه هذي ينعكس ان نحن يعني نكون يا الناس ويا العالم الاحترام هذي اهمش يعني عندي بس ما سعيد جوهر ولا ما يقيرني شي ولا ينقصني شي امسي الاحترام تحترم الناس الناس تحترمك هذي احسن شي في الحياة في الاحتراف احلى مستوى قدمته يمكن في الخليج السعودي والكابتن نبيل طه كان يدرب معنى ما خطي يا دوري ولا خط كاس بس احسن مستوى قدمته في هاي الفترة يمكن معنى الخليج السعودي يعني كنت معدل المباراة الواحدة كنت ممكن اسجل 23 هدف 25 هدف بالنتيجة ممكن تنتهي انا مسجل كل هدف خاصة يمكن كنت في الخليج السعودي يعني المباراة اذا 24 انا مسجل 21 يعني احلى سنين يعني موسم لعبت في حياتي كرة يد من كاحتراف يمكن في الخليج السعودي معنى ما خط لا دوري ولا كاس بس هذي شي انا احبه معنى مع الفرغ البقاية اللي لعبت يوم المحترفين كلنا خطوا يوم بطولات بس انا اقول كم مستوى هني ودهو نتكلم عن بطولات بطولات سعيد جوهر شان وين كانت وشنو افضل بطولة اخذت انا اخذت بطولات كثيرة اخذت على مجلس تعاون عندي احني ايه منتخبات يعني اربع بطولات منتخبات على عقل اعلى مستوى فريق الاول تكلم عندي مجلس تعاون يمكن احنا اخذت ثمان الاهلي بس يعني انا انا يمكن لعبت في ستة اعتقد لان اخذت احسن بطولة بتقول لي اقولك تأهلنا كواس العالم لأول مرة اللي قير تاريخ الرياضة في البحرين اللي من لعبة هاوية الى لعبة وصلنا فيها لعبة احترافية فهذه هي احسن نقطة لي واحد الشي اننا صار ان هاي الهدف اللي بيني وبين اللي السعودية واللي هنا تأهلنا في كواس العالم لأول مرة حلو النهائية من يدينا فتعب لسنين اللي كلها تترجم في هالهدف وهذه الهدف يعني يعني تدرس يعني ما هي من صدفة يمكن ناس تقولك لا لا مو من صدفة هي من تعاب هي من تعاب سنين من الخبرة من رضا الوالدين والدتي كانت في مكة يمكن والدتي هي دعيتلي ما تدري يعني حتى هاي القول قصة قبل المباراة وياي محمد زميلي محمد ميرز اللي حين هو في نادي الناجمة أقول لها يعني ليلة المباراة كنت أقول لها أقول لها بكرة بسجل هدف لا تقول لي شلون سبحان الله هاي قبل المباراة أقول لها بكرة بسجل هدف لا تقول لي شلون ما أدري سبحان الله ويوم سجلت الهدف يعني وقال لي كلمة بس ما قدر أقولها يعني يقول لي يقول لي والله العظيم أنت يعني أنت ساحر قلت له أنا أم ساحر بس قال لي كلمة ما قدر أقولها ف كل مهم يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين والدتي كانت في العمرة الحمد لله رب العالمين يعني الهدف اللي صق في سائد جوهر آخر خمسة أهداف في المباراة أنا مسجلها شي لقول أحيب آخر خمسة أهداف أنا مسجل آخر خمسة أهداف هنا أنا صاديني شد صار فاول المدرب سوى تايموت باقي سبع ثواني بالضبط أنا ما قدر ألعب أحسري لي فيه شد ومحمد ميرز في نفس المباراة ريح يقول لي بس خلاص أهلا باديش محلق فشفت أشكال اللعيبة تغيرت نتيجة عادل كان يمكنهم في هاللحظة فكروا أنه سعيد خايف لا أنا مو بخايف أنا ما بأظلم الفريق ما بأقدر أنا أكون في الملعب ما أقدر أدافع لأنا منكون أربعة ضد ستة المهم قلت الحق محمد خلاص أنا باديش ريح حتى يبين يعني في شريط صرخت على اللاعب قلت له خلاص ريحانا باديش شوية أشوف روحهم ردت اللاعبة كنا أتذكر محمود ومحمود أجنحة محمود جنع عبد الغادر ومحمود الونة وما أدري من يمي لاعب هنا إحنا المهم كنا أربعة هما ستة أقول حق الفريق اللاعبة خلوا لجنة حمالة السعودية سكروا النص أقول له ما عليك جنح إذا بداش ما بيسجل حارسني بيشيل كرة خليدش الجنح بس أهم شي سكر لي النص أنا بالعمال يالس أسمع الفريق الثاني نفسي يالس ألعب نفسياتهم فأنا أقول بيني وبين نفسي في قلبي إن شاء الله ما يلعب حق الجنح إن شاء الله يلعب حق الباك ماري حق البلميكر والبلميكر يعطي الباك شو بيصير الباك يبي يشوت أنا قلت حق اللاعب اللي ينتركز على الباك خلي الجنح بالعمال أنا أسمعهم أسمع رابعي وأسمع الفريق فأشوف سبحان الله حين أنا هني رسمت الفيلم أقول له يشوت يصده الحارس ضق العارض ده يات في يدي بأخذ الكورة سينة وأشوتها سينة في القول يات يات ما يات تعادل اللعب عشر دقايق شوف ربك يعني أنت شلون تفكرت في هذي لأنها يشوف ما يصر تتفكرها تفكر في اللي أنت تبغيه يعني مثلا شاتها وتخدت لا ما يصر هذه لأ أنت مبرس فيلم في فيلم قبل الشوت لأن أنا متوقع واحد اثنين اثلاثة بالضبط اللي أنا توقعتها واحد اثنين اثلاثة صار فالكورة في يدي شت في القول ربك الكورة داشت والكورة الياد عكس كرة السلة داشت الكورة وصفر يعني منافس السلة السلة إذا الكورة في الجو يصفر لا أودش ما ينحسب فهذه داشت وصفر الحاكم المقادي فالحمد الله الله رزاقني بهالهدف يعني وهدف يعني تتكلم عن تتقولي مثلا عقب الهدف عقب الهدف يمكن وتكرم الجوتي والإشارة هذه بروستهم خليتم خلاص إلا أنه للتاريخ هذا اللي هما دخلوك كاس العالم يمكن عقب الهدف بساعتين يمكن ثنين مليون جاء فول الهدف لأنه حطوه في سمونا في برنامج اسباني والهدف خاصة يمكن هنا يمكن الناس لا تشوف لا قيمة بس لا يمكن أنا مثلا أروح كاس العالم لا الهدف لا قيمة يعني قبل المباراة مباراة نوية السويد تكلم بليون ساعة ساعة ونص كاميرات تصوير ويحطون قصة عن الهدف عن منتخب البحرين يعني ما عنا ليش قلت لك الهدف سمعة عنده خاصة في أوروبا يتي مثلا مباراة نوية منتخب فرنسا يعني احنا قاس العالم اللي لعبنا فيه شنو الزين اللي حلو فيه احنا كنا في اقوى مجموعة احنا في مجموعة تونس ومصر وفرنسا ولمانيا وسبانيا يعني اقوى المجموعات فشنو الحلو يصير الفوكس على منتخب البحرين ليش يصير الفوكس وانا نحن بتلعب ضد المانيا في انترفيو قبل البطوء قبل المباراة بساعتين عن سعير عن الهدف اتيت عقفر اقصباني نفس الشي ايوني صوروني ايا اقضوني ايا لازم امبراطني السويد كل قبل المباراة لازم انا سويه مقابلة قاملة تقريبا ساعة ساعة اتكلم بس عن الهدف فالهدف لا قيمة يعني الهدف لا قيمة يتدرس شون انتفك حتى لو ملعبت في اندي محترفة مثلا برا مو نودي اي محترف اي اوقف الفريق على الخط سولف اي المدرب كنت عارفوني كسعيد جوهر نعم صح بس انت ما عشتوا ما لعبتوا تتعارفني انا لعب يا فريقتان الاهلي البحريني الاهلي المنتخب البحريني احنا انا بلعب وياك سوال اهلي دباي ولا الشارج اي اوقف الفريق بنلعب في التمرين ما في ضحك ما في سولف اللي بيضحك بطرد برا ففي ناس ما يستوعبون شنون هاي لاعب يا مبارة لا انا حاتيك هلون لان احنا لعب رياضة بارة بنسولف بنضحك بنتغاشمار اللي تابي لان انا احب المنافسة ما احب اخسر لان مدام انا تمرن صح انا يحب افوز انا مو باي انا ماضحك يا اللاعب حتى له صديقي قبل المبارة انا ماضحك يا اللاعب لانهو خصم لي بلعب لعب القانون واحترام بس لانا ما يصير انت بتلعب من بارة يالا استضحك لي اللاعب قبل المبارة اللي انت بتلعب ضده فانت يا مستهزة لا رياضة رياضة يعني حتى في المنتخب كأن تشوفنا عسكرية حتى المنتخب لانا ليش يعني بنت رايق كلنا نقول شيء قاعدين على وقت كلنا انتي امع في محل قبل ان ترايق بنت رايق مثلا خانا نقول ساعة تسع كلنا ساعة تسع اللاعربع موجودين اخر واحد تسع اللاع خمس كلنا داشين ترايق كلنا خلاصنا ريوق كلنا نقوم ما في انت ترايق تقوم بروحك لا 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 20 دقيقة ريوق 25 دقيقة ترايق كلنا نقوم يا با تعلم ماذا 너تي صراحة لاننا من قاس العالم من انتخب اليابان من انتخب فرنس من انتخب فرنس من انتخب كوريا هذه نظام احنا مشكلات نساعات مثلا انا�� انا تعلم كلنا انا كابتن فريق احنا عندنا كوار الكوار مثلا كل يوم متناوبون عليهم انا لا انا الكوار نقوم بقاس الحل انا اشيلهم كلهم انا كابتن فريق انا اشيل الكوار الله احاياكم في ناس يتدمرون التدمر نحن نعلم نلعب نحن نعين من قص عالم ماذا أتعب أن تنقصني? أنا كابتن فاريغ وخل الكور دولا أحيان سعاد لنا بأن أضعون سامي نحن نعلم كل يوم أنا بشيلهم تحب ذي الشيء يجب أن رب العالمين أن يعطيك شعر فيه سهالة ذينا هذه الأشياء الصغيرة السعودة مهمة الآن يتقو على الأفاد نعم يأكس هذا الأزوار لا يقول لك كابتن فاريغ هو لشيء مو بازغر لوعب رافت فأنت في أمور تعطيهم دروس من غير ماتي تقول حق تشوفها لا هو يقابلك اذا كابتن الفريغي تسع لاربع شون انا يعقبه فما فيه يعقبي تشوفه يقابلي فدايما بنين ذي بنين ذي قادة نروح لعنبريات ما فيه تحت سماعة ووكمن هاي نفسي تتشوفهم في مبريات العالم كل من لا 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 هاي عالم بروحهم كيف وما ذاك احتراف اننا نحترفين انا هوا فعل في نهائي فأنا بكل وقت ا visitor ان اعني انا هنا ليس قوة مباراة بالساعة ساعة وانت مشوي وحتوجك قبوص ونظارة والمكن انت الان في الباص لا يصبح لانت تتعجب قبل مباراة بتركيز خلاص يعني انت المباراة في وقت التغذي وفي عندك وقت تتغذي قبل المباراة градم broadly انت تقعد قبل المباراة بكام هذا مباراة تقديب لانت تقديام بالمباراة رحت يا علي عيسى رئيس الاتحاد رحنا اسبانيا رحنا برشلونة حق اعتزالي كنت بايب نادي برشلونة المهم اتفاقني يا برشلونة وهلون الامور كلها اوكي اوكي بس جافوا الاحداث اللي كانت في البحرين 2011 فالنادي برشلونة قالوا موبي مزحين شت سوي انا قررت حطيت الوقت عقوبانا سويت اعتزالي في فندق الشارتون بحضور سمو الشيخ ناصر سمو الشيخ خالد رئيس الاتحاد سلمان ابراهيم رئيس لجنة الولمبية كانوا اتحاد الدولي كانوا رئيس الاتحاد الاسياء وهنا موجودين كانوا رئيس الانديات الخليط كلهم موجودين قالت هاي فرصة وكانت بطولة آسية عندنا في البحرين فاني قلت فرصة ان انا اعتزال في ذي الوقت مو لازم مالعب خلاص والله اعتزالت وسويت في فندق الشارتون في ذي بالعكس يعني تكريم لاقفيني ويعني وهمش الموجودين يعني سمو الشيخ ناصر سمو الشيخ خالد هذي احسن تكريم بالنسب لي انا يعني والحمد لله يعني الحمد لله هاي الامور الامور فمثل ما يقول خطامها مسك كنت اترك الرياضة وانا اقول في يعني في احسن قمة من العطاء اللي انت دي فالناس كلها تحترمك والناس كلها ليه انت بيتبغيك معانا انا كنت بوقف قبل الفين وحداش مرتين بس مشيخ ناصر مارضة والزم او اصل لياهم البطولة لان انا لعبت البطولة المصاحبة اول مرة في البحرين صارت اول بطولة لعب المصاحبة صارت في البحرين فالحمد لله يعني يعني انا الاصابات هي اللي دي ولا انا بمكاني ليلي يوم العب ليلي يوم خاطر يالعب اي اي نعم والعب يعني اتمرن موقفت انا رياضة يعني من يوم موقفت رياضة ليحين انا اتمرن العبك اليوم ساعتين حين شوي يودن البدل يودن ذي بس لا العب لانا ما تقدر تلعب كرة يد اوكي واخر فترة المنتخب يدي يوم قبل لا يروحون اليابان انا كنت اتمرن يوم اتمرنت يوم ثلاثة شهر تقريبا احب العب اللعبة يعني بس اوكي اتركناها بس يعني نحن نحاول نواصل اي وقت يا تلعبها صح كاحتراف ولا لا تلعبها لانا اليوم الرياضة بمكانها تعطيك كل شي يعني بتوصل يعني مثلا احنا انت تتكلمني انا رياضة ساعد جوهر والله من الرياضة شنو حصل ساعد جوهر حصل بيت من الرياضة حصل سيارة حصل راتب حصل كل امور لازم تكون مميز تب تاخذ لازم تكون مميز ولا اللي يقول لك واحد لا ما يعطوه الرياضة لا الرياضة يحصل يعني سبيل مثال اللعبات الفردية مثلا سامي الحدد اثبت روحها اليوم خذ كل شي ارقية اثبتت روحها خذت كل شي قبل كان عندنا لعب تنس عصام يعني معروف على مستوى بطولات الخليج يعني في عندك لعيبة فردية يعني اللي كانوا يلعبونه سنوكر تشوف انا تشوف الحبيب كان يعني تشوفه يتمرن ازيد من غيره فمن جديد طلع اسمي خدح سلاعب في العرب خده فانت لازم تكون مميز لازم ان انت يعني مثلا انا لعب كرة يد هي المدرب مثلا يقول يسوي عشرة بوش اوب انا سوي كل يوم ثمانية فانت انت تقص على روحك ما تقص على المدرب فانت مدال يقول لك عشرة لازم تسوي اثنى عش عزين على طول السنة عند انت لو كل يوم تسوي عشرة 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 على طول السنة هل انت سوي امية لكن هذا انت كل ثمانية ثمانت انت تشوف روحك لا وإذا لك امية تسوي خمسين اللاعب لازم يكون جديا لازم يكون امية في امية اعطي في التمرين لأن التمرين هو أهم المباراة ليش؟ أنت تعطيت في التمرين 100% فالمباراة شو يصير؟ الفريق لابس فانيلة وأنا لابس فانيلة أنا ما يهمني الفريق لأنني أنا متمرن صح أنا ما تهمني المباراة أنا أهم شيء الأيام اللي هي قبل المباراة الأربعة أيام الخامس أنت شلون عديت نفسك حق المباراة شلون تمهي روحك إذا أنت مهي روحك صح ما عندك خوف من المباراة شكت لك أنا يمكن من البداية تشوف اللاعب شونه يبي له يبي لك نوم يبي لك نوم ليلة المباراة ليش يبي لك نوم ليلة المباراة عشان تروح المباراة مركز النظماتنا ما في تركيز هذي أهم نقطة اللي هي ليلة المباراة احنا كل نخاف من ذي النقطة بس كل بني آدم كل رياضي بيصيدك قلق قلق لازم بيصيدك بس أنا أقول لك لازم تنوم إذا نمت زين أنت ما عندك مشكلة في الرياضة أنت مشكلة كل اللعيبة ما ينامون زين والدليل أنت تشوف كل اللعيب وخاصة المباريات النهائية طال عيون اللعيب تشوفها حمرة يعني رينالد وفي قاس العالم 17 يوم ما نم فمو لنا سعيد ولا رينالد هي الرياضة منظومات تهلن يصير غلق عند بني آدم في بني آدم تشوف الليلة المباراة صدع وارباطن في بني آدم تبكرها مع اسهال بعضات تبول في واحد قبل المباراة تتسول فيها ما يقدر يوقف لازم قاعد هاي كل الأمور الناس ما تدين عنها كل اللعبان هم الرياضة سهلة تعالوا ركوض ونتم تتلعب ياد ولا لا لا الرياضة وايد صعبة الرياضة وايد صعبة والشغل اللي قبل المباراة هو أهم يعني هو أهم هذه أهم لأن أنت اليوم في المباراة ما في سويتش ما يصدق لك أون أوف لا في أنت شنو محذر أنت شنو محذر تأتي يقول لا لا بألعب وكيليا اليوم طريق باريس سان جرمان عندهم ميسي عندهم نيمار عندهم بابي وينهم اليوم في بطولة أوروبا في وير ميونيخ في مكينة تشتغل في ناس مرتبين في ناس قايل إلاك شنسوي ميسي ميسي من يفور واحد طقه ما يطوف اثنين لأنه ميسي من قطباس بيقطها بين أربعة ضربة أربعة تلعيبت هي حسبة كل مدرب لحسبة ما تيدي تقول أنا أحسن لاعب ولا أحنا فريق من تخبز إلا لا لا أنت محذر حق لي المباراة مركز ويا الفراق أنا ميودي اللاعب ما يسوي مركزين طارعين فيديو طارعين سيستام قاعدين اجتماع قبل المباراة أنا أقصص لك المباراة أنت شون تدافع على ديش هاي كلها الشغل أنت يستوي هاي كلها قبل المباراة هاي الناس كلها ما تهدر عنه الناس عبوا بسي المالعب ويا لا تعال ساعة بالعب لا 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 فيه تحضير وفيه اجتماعات وفيه تقصص فيديوهات وفيه ذي خلاص أنا هيأتك حين من أربعة تلعيب أنا أسا هيأتك في المباراة المدرب ينتهي دوره الشغل كنت تخيل أنت مباراة وصالة وفل المدرب شقدر يوصل لك يبي لك قائد قائد هو اللي ماشي في الفريق ني دور الكابتن معنى قائد الاصر يكون قائد يعني الرياضي تكتول عقوي تعالjak ساعة 100' ساعة 100' تساعة 100 باشر شو ما تصاعد يعني ها أنا ليلة يوم حصة 100' كليوم لازم 100' أي أنت كل يوم تأجست تساعة المرات 300 أنت ما تتحرك ما تساوي لاعب رياضي ما تقيل باشر ب التاجري ما تقيل تاجري شون DIset كل الطائفة سين يقول رينالدو هو كبار لا رينالدو ما كبرك عمره ثمانة ثلاثين سنة يعطيك من أحسن ما يكون ما جام يتمرن صح محافظ على صحته فالرياضة ما لها عمر والدليل مايكل جوردن لعب لأربعين سنة سيدوف لعب لأربعين سنة في دوري الإيطالي هذا كل لعب فيلم بيه تحشوني على مستوى تكلمني على مستوى الخليج ولا لا العمر أنا بالنسبة لي أنا أقوله ويايد ناس قلولي ناس وايد تحت شويل يا جماعة العمر في الرياضة ما لها دور انتش تبغي انتهني انتهني مريض هاي شي ثاني العمر ما لدور أنا اليوم عمري خمسين سنة إذا ببالعب كرة يد أقدر أرحالها وأنا تارك أحيان رياضة من تقريبا من 2011 بس لأني أتمرن هاي النقطة الله يعطيك الصحة والعافية الله يعافيك ومشكور ومقصر تيزاك الله الف خير وإن شاء الله مغابلة حلوة وياك إن شاء الله مشكور على الجياتك وودي شرف الإنمي بالعكس لأنت شرف فيك مو على مستوى البحرين على مستوى البحرين حبيبي احنا معنا نتشرف فيك نحب نشكر جريلة الوطن شكرا لك شكرا لنا جريلة الوطن اسمها حلو شكرا لك 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 شكرا لك